اشتركوا في القناة عشان هنتعلم مع بعض ازاي نعمل فيجوال افكتز بسيطة باستخدام كبكادس كتوب النسخة المجانية لو عايدين تعملوا فيديو زي اللي قدامكم على الشاشة ده تابعوا معايا الفيديو للاخر يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله هنبدأ مع بعض النهاردة نشتغل على فيديو انا جايبايا من على الانترنت هو اصلا المفروض في الحقيقة بنشتغل على فيديو يعني احنا نكون مصورينه بحيث ان نتحكم في تعبيرات الشخص عشان يبقى المشهد واقعي اكتر بس انا هنا ايه علشان ما صورتش مشهد حقيقي فاعتمدت على اي مشهد من عن الانترنت وخلاص نبدأ مع بعض نشوف المشهد اصلا عبارة عن هنا الراجل عادي ماشي في الشارع نسحب الفيديو معنا على التايم لاين انا بس احبه قبل ما ابتدي اعدل شوية في الاضاءة والالوان بتاعت الفيديو عشان نزبطه شوية هنا من ادجستمنت هبتدي اعمل شوية التعديلات حاجة زيكنا مثلا بحيث ان الفيديو يبقى واضح معنا اكتر هبتدي هنا اقطع الجزء اللي انا عايز اشتغل عليه شغل الفيديو كده انا عايزة وهو ماشي انا عايزة شير الجزئية بتاعت وهو بيشاور كده ممكن اقطع لحد هنا مثلا ندوس على حرف السي اعمل كت واجي اجيب المشهد التاني اللي انا عايزاه وهو مبتسم كده شوية من اول هنا مثلا ادوس على هنا ودوس على الكيو عشان نمسح الجزئية زيادة اللي انا مش عايزها تمام كده نبتدي بقى نشتغل على جزء جزء احنا الفكرة من الفيديو النهاردة ان احنا عايزين الراجل وهو ماشي كأن في شحنة كهربية خبطت فيه فالراجل اختفى وهيبتدي يصهر في مكان تاني خيالي هي دي الفكرة اللي احنا عايزين ننفذها النهاردة هننفذها ازاي اول افكت هنستخدمه معنا هنا نجيب من افكت ومن موشن دول الافكتين اللي احنا هنستخدمه في الراجل وهو بيختفي والراجل وهو بيزهر نبتدي نسحب الافكت ده معنا ونحطه على الفيديو هنيجي نحطه هيقولك ما ينفعش انا اصدقى اعمل الحتة دي قدامكم علشان تعرفوا ان الافكتات دي بتتنفذ على الصور بس ما بتتنفذش على الفيديوهات طب احنا اتصرف ازاي في حالة زي كده ابتدي بس اطفي الماجنت اللي عندي دوت علشان اسحب راحتي ايجي هنا على اخر الفيديو ندوس عليه وامل فريز علشان يعملي مشهد ثابت او صورة من اخر لقطة في الفيديو بالمنظر ده ابتدي بقى اطبق عليها الافكت اللي انا عايزاه اسحبه معي نسيبه يحمل شوية كده الافكت اضاف معانا دعالوا نشوف شكله كده الراجل عادي يماشي ويتبتدي ايه يختفي معانا هو ده الافكت اللي احنا عايزينه هنستخدمه معانا النهاردة ممكن بس اقطع الجزء الجزئية اللي في الاول اللي هو ثابت فيها شوية ديت هيجاب المنظر ده دعالوا نشوفها كده كده تمام ايجي على اخر المشهد دوت هعمله فريز تاني بحيس ان انا عايزة صورة والراجل مختفي عشان نبتدي نخفي الخيال كمان عشان يبقى واقعي اكتر ندوس عليها كده وبقلت اسحب نسخة تانية هنا من فيديو هنا هعمل لا ماسك بطرت الريكتانجل ابتدي نعمله حاجة زي كده ااخد حتى هنا من الطريق اللي مفاش خيال بالمنظر ده وفي بيزيك اقف عليها واسحبها بحيس ان انا طلقها على الخيال واخفيه حاجة زي كده ناخد بقى صورتين كده مع بعض نعمل كليك يمين ونعملها بس ايه جزئية صغيرة كده احنا مش عايزينها طويلة نسحب واندوس على حرف ال W واندوس الجزئية زياد من حاجة زي كده كان الراجل لما اختفى الخيال بتاعه اختفى هنا تحسوا ان الراجل اختفى فجأة احنا ممكن نعدلها ندخل على compound clip اللي احنا عاملينه double click نختار layer اللي فوق اللي هي الجزئية اللي خافين بها الخيال ونعمل لها animation فيد ان بحيس ان هي تيجي بالتدريج كده نرجع تاني نشوف النتيجة الراجل اختفى ويبتدي الخيال يختفي بالتدريج ممكن بس نطولها شوية تمام احنا دلوقتي بقى عايدين نشوف اللي هو كأن فيه صعاقة كده ضربة الراجل هنا من اختار تحت ونختار منها اللي هو كان ايه عاصفة كهربائي ناخدها هنضفها برضو لنفس اللي احنا كنا عاملينه freeze في الاول بالمنظر ده تعالوا نشوف النتيجة بتاعته حاجة زي كده هبتدي اخد الاتنين دول اعملهم مع بعض الكمباوند كليب عشان يبقوا فيديو واحد وهعمل زي shake هزة كده هجيب هنا افكت اسمه shake هسحابه معي هحطه للكمباوند كليب اللي انا عاملاه بحيس ان هو يهز الشاشة كده وقت لما الصعاقة دي تضرب الراجل ويختفي يحسسك ان الموقف يعني خطير شوية حاجة كده بالمنظر ده زيالي جميل هنبتدي بقى ندخل على المشهد التاني اللي الراجل هيصهر فيه في مكان خيالي انا اخترت لقطة زي كده بالمنظر ده هبتدي اشتغل عليها انا بس اعمل لها زوم الاول اكبرها شوية اكبر شوية معي هاجة كده مسلا وهعمل لها keyframe وهيجي على اخر المشهد ارجعها المية في المية داني حيس ان هو يعمل حركة في الكاميرا بالمنظر ده كده كان المشهد بعملين اعمل زوم اوت يديك احساس ان الكاميرا فعلا تتحرك معك هنجيب بقى الراجل الجزئية في الاخر اللي احنا كنا عملينها لو ماشي وهو مرتسم وهنعمله remove background auto removal عشان نمسح الخلفية بتاعته بالمنظر ده كده هبتدي بقى العب في الالوان بتاعت الراجل بحيس ان هي تبقى لونها مشابه للمشهد هنحاول ندمجها مع بعض شوية هنيجي هنا من هنا عند هبتدي يخليها تميل للاخضر شوية حاجة بالمنظر ده هبتدي اعمل انا شوية التعدلات عشان نحاول ندمج فيها الراجل في الصورة شوية حاجة بالمنظر ده كده مسلا هبتدي اسخره معي واحطه في المكان اللي هو هيصهر فيه والنفرد مسلا حاجة زي كده احنا بقى عشان نخلي الراجل وهو بيمشي كده يطلع له قدام هنعملها بالكيفريم هنيجي هنا عند اول مشهد هنا اعمل كيفريم من فيديو بيزيك هعمل كيفريم للترانسفورم ونيجي على اخر الفيديو هنكبره كده شوية نزله تحت هنا كأنه جاه قدام الكاميرا تعالوا نشوف كده بالمنظر ده مثلا انا هنا شايفة ان السرعة سريعة شوية هبطقها هنا من نسبيت هعمله نصف في المية هبتدي اسحب الخلفية معنا واسحب الكيفريم لحد الاخر هنتدي نشوفها كده مع بعض ونفرد حاجة بالمنظر ده تمام كده احنا هنا برضو في بداية المشهد عايزينه ظاهر برضو بطريقة خيالية كده زي ما هو اختفق كده فجأة هيصهر برضو بنفس الطريقة وبردو زي ما احنا اتفقنا الموضوع ده ما بيتعملش على الفيديو بيتعمل على الصور بس انا هيجي عند المشهد اللي هنا ده كده في البداية ومن الثلاث شرط اللي فوق دول هدوس export select frames بحيث ان انا اخد لقطة للمشهد ده ستبقى صورة عندي import بقى هجيب منها المشهد اللي احنا اخدناه وهنتزيله معي على ال timeline ابتدي اسحب دول بعيد شوية عشان احطوا قبلهم حاجة كده مثلا هيكده صورة ثابتة بعدين يبتدي يتحرك هنا بقى في الصورة الثابتة دي اللي هنلعب فيها في effects هنا من قايمة effects هنجيب العكس بقى بتاع ده هيت اللي هي اللي جنبها نسحبها معينا على الصورة ونسيبها تحمل تعالوا نشوفها كده مع بعض المنظر ده هنا فيه جزء ثابت في الاخر كتير امسحه اول ما يصحر كده الراجل امسح جزء زيادة ده صورة حرف W اصحب دول كده معي تعالوا نشوفها كده على بعضها كده تمام نبتدي بقى نزود شوية effects عشان تحسن الفيديو معانا ويحسسك ان الموضوع يعني فيه سحب كده هجيب هنا من effects ابحث عن magic واسحب the effects بتاع magic ده معانا هحطه على الصورة اللي عندنا تعالوا نشوفها كده بالمنظر ده ممكن برضو نتزودها شوية عشان تبقى اكتر هعمل برضو حركة كده في الكاميرا كأنها بتتهز كده برضو عشان يبين الموضوع احسن هبحث عن shake وهجيب camera shake وهضفها برضو للمشهد اللي عندنا بالمنظر ده هبتدي اعمل transition ما بين المشهد الاصلي اللي عندنا و المشهد الخيالي اللي هو رايح له و برضو بما اني استخدمت الشيك في اللي قبلها و اللي بعدها هعمل transition برضو shake هبحث عن shake اخد مثلا حاجة زي كده انا ممكن هنا برضو transition دوت عشان يوضح اكتر اسحبه كده من الجانب بالمنظر ده انا حابة هنا احسس اللي بيتفرج ان المكان ده يعني ايه كأنه رايح مكان خيالي كله ساحب كده مكان مش طب مش واقعي يعني فهبحث هنا في effects عن stars وهياخد معي effects ازاي ده هبتدي اطبقه على المكان الجديد كله ممكن اخليه يعني تعالوا نشوف كده لا انا مش عايزة كده من البداية هخليه يظهر بالتدريج هاجي هنا من اول ما انا مثلا عايزها يظهر بعد ما الرجل يظهر معنا هعمل هنا keyframe وهاجي هنا على اول effect هعمل keyframe تاني و نخلي كله بصفر عشان يظهر معنا بالتدريج بالمنظر ده كده كده احنا يعتور عملنا الفيديو اللي احنا عايزين نعمله هنبتدي بقى زي ما احنا متعودين هنضيف sound effects اللي هي هتحسسك ان الفيديو ناطق قدامك كده هاجي هنا من audio هبحث عن walking sound صوت حد بيمشي هاختار مسلا صوت زي ده اسحابه معي هاخد الجزئية في الاول بس هبتدي اعمل zoom انا عايزة هنا مع كل خطوة الرجل بيمشيها الصوت يظهر معي هبتدي هزبط ال waves اللي تحت بتاعت الصوت موجات الصوتية هحاول ازبطها ان هي تيجي مع كل خطوة هو بيخطيها هل نمشي كده frame by frame هنا مثلا مفودي بقى في صوت هاسحب ده كده نكمل كده مع بعض الخطوة التانية هنا في صوت وهكذا نبتدي نزبطها مع بعض هل نشوفها كده على بعض بالمنظر ده هحسسك انه فعلا في حد ماشي في الشارع بالصوت بتاعه نبتدي بقى اي صوت ال electric strom اللي بتخبط في ده هل نشوف كده thunder electric هاجة زي ده كده مسلا اسحبها معينا تصغرها شوية هتمكن نواطي الصوت بتاعها شوية عشان متبقاش اوفر قوي نبتدي هنا بقى اول ما ييجي ال electric strom ده يخبط فيه يظهر الصوت هنا ممكن نعملها فيد ان عشان ما تتيجي بالتدريج ما تجيش فجأة تعال نشوفها كده مع بعض انا هنا اضيف صوت بحيث ان الهزة اللي بتاعتي دي بيبقى بيه صوت زي زلزال كده sound effect هنكتب فوق earthquake ونختار صوت زي ده مثلا نسحبه معنا نحطه في كل الجزء اللي بيتهزة معنا كده اول ما الكاميرا تبجيه تتهز لحد النهية المشهد الكاميرا هتوقف هز فيه ونعمل له برضو ممكن بقى نيجي هنا من الجزئية اللي بيحصل فيها السحر ده ونكتب هنا في music نكتب magic ونختار حاجة زي الصوت الجليتر ده نسحبه معنا نعمل له برضو فيد ان وممكن نعمل له فيد اوت بالمنظر ده كده ممكن هنا برضو نبتدي ناخد موسيقى زي ديت كده نحطها معنا في الجزئية بتاعت الجزء الخيال اللي احنا عاملينه ونعمل له فيد ان و فيد اوت بالمنظر ده ونمسح الجزئية الزيادة انا هنا برضو حسيت الستارز اللي احنا عاملينها دقية يعني ممكن يكون فيه حاجة احلى منها نيجي هنا من افكت نكتب start تاني انا هنا خبيت الافكت بتاع start و اكتر هسحبه معي هعمله للاخر هنا نيجي نمسح هنا star one اللي احنا عاملينها ونعمل تاني keyframes اللي احنا كنا عاملينها اللي هي هنا بالقيمة بتاعتها keyframes عادي هنا وفي اولها keyframes تانية بصفار كلها بهايستبقى بالمنظر ده معينا انا يعني حسيت الفكر بتاعها يعني خيالي اكتر ومدي منظر احلى هنا فيه حاجة تانية برضو عايز اضفها ممكن هنا من adjustment نضيف adjustment layer بالمنظر ده نحطها فوق المنطقة اللي حصل فيها السحر كله اللي هو من اول من الراجل اختفى لحد من الراجل ظهر حاجة برضو يعني ايه هتضيف لمسة معانا احلى تحسسك ان الموضوع يعني ايه واقعي اكتر هاجي هنا عند الاكسبوجر هعمل keyframe وخلي الاكسبوجر اقل حاجة خالص لو مينس خمسين هاجي هنا قبلها بخطوة هعمل keyframe تاني هعمل الاكسبوجر باقصى حاجة خالص لهي خمسين وهنا بعده هنعمل برضو keyframe تاني باكسبوجر برضو اعلى حاجة لهي خمسين بالمنظر ده يعني في النص مينس خمسين وعالطرفين خمسين تمام وهاجي هنا برضو قبلها على الطرفين برضو اعمل قيمة تانية اللي هي الصفر العادية وهنا في الاخر برضو قيمة تانية للاكسبوجر اللي هي الصفر العادية حاجة كده تعالوا نشوفها كده مع بعض تحسسوا ان الشاشة بتايدو تطفي معاك انا هاخد كلها هدوس على كنترول واضغط عليهم كلهم هعملهم كنترول سي هابتدي اكررهم كنترول في كنترول في بالمنظر ده كده تعالوا بقى نشوف النتيجة النهائية بعد التعديلات اللي احنا عملناها اللي احنا خلصنا فيديو النهاردة يا رب يكون الفيديو عجبكم لو عندكم اي استفسرات اكتبولي في الكومنتات واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله واتركات جديدة في المونتاج باستخدام الكاب كات استنوني الفيديوهات تانية كتير وسيليني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة